أهلا بكم دورة اتصالات رئاسية أكبر من ذي قابل تشكلت في الساعة الماضية زادها الزخما استأنف السفير السعودي وليد البخاري نشاطه بعد حركة أمريكية فرنسية وقطرية مماثلة استعجلت الإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي فتبدو مقاومات الملف الرئاسي في شكل موجودة لكن المضمون لا يزال يبحث عن شبكة أمان تبدو غير منجزة بالكامل لا على مستوى المرشحين ولا على مستوى التوافقات المطلوبة الموقف السعودي ينتقل من الصمت إلى أعلى الصوت على عدم السكوت عن استمرار الفراغ الرئاسي فبند المواصفات أولا من دون مقاربة الأسماء مع أبقاء الغموض بشأن احتمال أي تغيير وفي الجهة المقابلة يفسر تكرار لغة التوافق أو الدعوة إلى الحوار بشكل أو بآخر بأنه التفاف من الثنائي لدعم ترشيح فرنجي مع العلم أن أي تجربة حوار سابقة لم يكتب لها النجاح أما زعي إيران إلى أظهار قوات ساحتها إن في زيارة عبداللهيان لبيروت أو في زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس لسوريا مشيدا بالانتصارات على رغم من العقوبات فيأتي تكملة لتمرير رسائل مفخخة بالشروط والمكاسب الاقتصادية والسياسية